احنا معينا محمد عيدل حالة انزلاء جودروفي. اه في الفقرة الرابعة والخمسة والفقرة القطنية الرابعة والخمسة والقطنية الخمسة والعجازية الاولى. طيب احنا العيان ده كان الانزلاء الجودروفي دهود في النصف اثر على ساعة النار او الناسة في الناحيتين. وكان مؤثر في يعني في الجزء بتاع المقرب حيث ما سيادة نطش اللي خارج منها العصب خلينا نقول الناس اللي تنفهم الناس ده عصب واخد الرجل اللي من اول هنا من فوق لحد اتاخر الرجل من ورا. كمان? هو كان عنده مدوسع كان لازم بيمشي واتنين بسردينه. اه. كان ذا كان يكشف عندنا كده. نوريكو دلوقتي. قولهم الاول انت بعدين نوريهم مشيتك. بواحدة. نحمد الله على كل شيء. كان عندي اللي انه رضا وظبوط. عمالنا خمس جلسات وعملنا حقنا الاتهاب العصب. اه مرتين اتنين بس. احنا لست يعني كمان ما خلصناش معين. وان شاء الله كنت ممشي مع السند على اتنين. من عرضة الحمد لله ما فيش ايه كثير ايه. على حد ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طب احنا رازين نشوفك وانت ماشي. اه. اه هو اتل واحدة وبقى امهم اتل واحدة اللي ما كان لازم حد ينزلوه يطلعو. ما شو قلوه بعد خمس جلسات. من علاج الانزراج القضروفي وعير المسل. وهي المشيء الحلوة بقى كده. بواحدة. سير السرير تمام. كانزلة خالص. طبعا هو كم يمشي حد سنده لاني كان الانتهاب في العصب كان شديد على الناحيتين. لو عال الناس. واتش رضا لا يمشي اخرى تلاتة متر. ما كانش بيقدر يمشي تلاتة متر. طب تعالى عمشي شوية بقى. عايزين نوري الناس المشي الحل. اهو. شايف ايه يا جماعة بعد خمس جلسات وحقن الانتهاب العصب بحقن الايوني بالجلسات الحقن الايوني ده جهاز اميكي بحط فيه دواء بجوة جهاز. اه مضاد الانتهاب. ما شاء الله وصلنا للمسيجة دي بخمس مرات بس. اه. واتسند بيه. واتسند بيه. ماشاء الله لأ انا مخصوطة جدا جدا ان هو كان داخل متسند وخمس جلسات قدرنا لوصل للمسيجة دي. عليك الانزباك الجدروف يا جماعة بدون جراحة بدون مشاكل الجراحة. اه عماله وجهه لحق نفسه قبل ما ما يدخل في انه يتأثر عليه اكتر من كده ويفقد الخدرة على المشروط. انا هو كفالا داخل بنسند من النيتين. صح? الحمد لله. الحمد لله. شاكين انا متعبدا تتلم انه هو واقف عشان اواريكم. الحمد لله. مشهور كهب اواريكم.